المواقع التابعة للحوثيين لا تزال تتعرض للضربات غير أن واشنطن تنفي للمرة الثانية توالياً أن تكون الهجمات من توقيع قواتها مصادر يمنية أفادت بأن مقالت إنه غارة أمريكية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن فنتج عنها تدمير منصة صواريخ للحوثيين في جبل جدع في منطقة اللحية شمالية الحديدة كما قالت المصادر إن القصف طال غرفة عمليات في مبنى الدفاع الساحلي شمالية مديرية اللحية مشيرة إلى وجود تحليق مكثف لمقاتلات ومسيرات استطلاع أمريكية وبريطانية في أجواء الحديدة لرصد تحركات الحوثيين لكن ما أفادت به المصادر اليمنية بشأن ظلوع الطيران الأمريكي في الغارات نفته الولايات المتحدة على لسان مسؤول عسكري لتكون هذه المرة الثانية التي تنفي فيها واشنطن تنفيذ ضربات في الأراضي اليمنية النافي الأمريكي يفتح باب التساؤلات عن الجهة التي تقف وراء موصلة القصف على مواقع الحوثيين فالقوات الأمريكية والبريطانية سبق وأن استهدفت تلك المواقع بدءا من فجر الجمع الماضي عندما ضربت عشرات الغارات أهدافا عسكرية عديدة تبيعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة كما استهدف الجيش الأمريكي فجر السبت قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وجاءت الضربات ردا على هجمات نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفنا تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر مطالبين إسرائيل بوقف الحرب في قطاع غزة ومن شأن تكرار الضربات الأمريكية ورد الحوثيين أن يعزز المخاوف الدولية من أن يؤدي التصعيد في المنطقة إلى توسع رقعة النزاع الدائري في قطاع غزة